مساء الخير يا كابتن وفي البداية خلينا نتعرف من حضرتك على شكل الحركة مع بداية إتاحة السفر لعدة وجهات في قارات مختلفة مساء الخير يا فندم الحمد لله الحركة المارضة كانت نسبة الأخبال على السفر كانت أكثر ما احنا كنا متوقعين يعني الحمد لله كنا متوقعين حوالي 50% نسبة الشفاء للتقارات لكن المارضة وصلت حوالي 75% في معظم رحلات صلعت 14 يحسب المارضة طيب خلينا نتعرف من حضرتك على الإجراءات الاحترازية طبعا كنا اتكلمنا عليها عدة مرات إلى أي مدى كان هناك التزام من قبل المسافرين وكيف تمت الإجراءات هل حدثت أي عرقيل أو ربما سوء فهم من قبل المسافرين وكيف تعاملتم معها لا الحقيقة الحمد لله النهاردة كانت جميع الركاب كانت ملتزمة بالإجراءات وكذلك جميع العاملين بالمطار وأفراد طقم الضيافة كانوا دايما بيعملوا الرشادات للركاب عشان يلتزموا بالإجراءات الاحترازية وفي شاشات موجودة في جميع عن حق المطار كانت بتعرض الإجراءات ولذلك الحمد لله كان ما فيش أي مشاكل ما أتعرضنا لها وكان جميع الحركة كانت ثالثة الحمد لله فيه طبعا نقاط محددة أتيح السفر إليها نحب نعرف من حضرتك توقعاتكم بالنسبة لبقية الدول ما هي الدول التي نتوقعها في المرحلة المقبلة؟ الحقيقة حاليا فتحنا 29 خط ل29 مقصد وهي دي جميع المقاصد التي تستقبل رحلات من دول أخرى أي دولة تفتح للحركة نحن على طيب نشغل لكننا نبدأ بال29 دولة التي تستقبل رحلات حاليا وهل تم استقبال طيران من الخارج اليوم لشياح مثلا؟ لا الحقيقة فيه رحلات سياحية في جنوب سينة والبحر الأحمر وصلت مجموعات سياحية لكن في القاهرة كانت فيه عودات الرحلات التي طلعت في النهاردة والتي طلعت في الأيام المقبلة بيبع عليها أفراد اندفيدوالي يجوا على الرحلات وحضرتك بتتوقع أن تستمر هذه الكثافة على الرحلات يعني مثل اليوم 75% بالذات أنه شهر أو موسم الصيف بدأ بالفعل والكثير متشوق للسفر ربما خارج البلاد وأيضا قضاء الإجازات أو حتى الالتقاء بالعائلات المتواجدة في الخارج الحقيقة احنا عاملين عودة التشغيل عاملينه على مراحل أول مرحلة الموجودة في السوارين لغاية منتصف الشهر والنسبة اللي تلع على السهرات تقريبا هي نفس النسبة تقريبا تصل إلى 75% احنا شوفينا الحركة مستمرة بنفس الكثافة وبعد كده احنا بكتد نزود الرحلات من يوم 15 إن شاء الله كمرحلة تانية منزود عدد تاني للرحلات أكتر ومتوقعين يعني إن شاء الله ربنا يعني إن شاء الله يسايله وتزيد إن شاء الله لكن هي مستمرة بنفس الكثافة لغاية منتصف الشهر حاليا شكرا جزيلا لمشاركتك معنا الكابتن رجدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران